موسيقى كان عام 1945 عام الرمات وضعت الحرب أوزارها منذ ستة أعوام ولم يكن هناك خيار سوى التغاضي عن ذكرها رغم أن ذكراها ما تزال حية ولكننا كنا بصدد حرب أخرى في تلك الآونة حرب عالمية ملأ طاعونها الأرض بأسرها ولم يكن من السهل التخلص منه كانت أعوام الحرمان يتخللها سلام غريب يشبه الشفقة التي يتطلع إليها الخرصان والمعوقون وبعد أن بدلت جهودا في البحث عن عمل كمترجمة وجدت فرصة للعمل في تدقيق المسودات في دار نشر بيدرو سان مارتي رجل أعمال من الجيل الأخير شيد المؤسس بأموال حميه ثم نقله إلى مأول للعجزة على بحيرة بانيالوس لينتظر أن يمن عليه البريد برسالة تحتوي على شهادة وفاته كان سان مارتي يتباهى بكونه عصاميا وهو مفهوم حضي برواج على مستوى واسع في تلك الحقبة وكان كل همه مغازلة الفتيات التي تصغرنه سنا ويتحدث الإنجليزية بشكل مريع فهي لغة المستقبل بلكنة واضحة من فيلا نوفا جيلترو ولابد أن ينهي كلامه دوما بأوكي أسمى دار النشر إنديميون إذ كان يبدو له الاسم أكثر أبها ورح ينشر كتبا جوفاء وإرشادات في الحب وسلسلة روايات تافهة أبطالها راهبات في مسرحيات تجارية وممرضات متطوعات في الصليب الأحمر وموظفون جشعون بإيمان ديني راسخ وكنا نصدر أيضا سلسلة من القصص المصورة للجنود الأمريكيين كوماندو فيلر حضيت باهتمام كبير من الشبان خاصة وأنهم في أشد الحاجة إلى أبطال يأكلون اللحم كل يوم أصبحت صديقة لسكرتيرات سان مارتي مارسيديس بيدرو وكانت أرملة حرب تعيش وحيدة مع طفل بلغ ربيعه السابع مصابا بنقص التغذية العضلية وكنا امرأتان يحملنا الطيار الأولى يرافقها رجل ميت والأخرى رجل متوارن عن الأنظار كانت تبلغ من العمر 32 عاما فقط لكن شقاء الحياة بدى جليا على وجهها وخلال تلك الأعوام كانت مارسيديس الوحيدة التي أغوتني بفتح قلبي لها وهي التي قالت لي إن سان مارتي كان صديقا مقربا من المحقق البارس فرانسكو خافير فوميرو وينتمي كلاهما إلى شردمة ما إن انتهت الحرب حتى أحكمت قبضتها على المدينة كشبكة عن كبوت عملقة كانت بمتابة النخبة الجديدة ذات يوم مر فوميرو ليستحب صديقه سان مارتي لتناول الغداء معا فاختبأت في قاعة الأرشيف ريثما يخرجان وعندما عدت إلى منضضتي رمقتني مارسيديس بنظرة فصيحة ومنذ إذن صارت تنذرني كلما جاء فوميرو وما مر يوم إلا ودعاني السيد سان مارتي للعشاء أو المسرح أو السينيما وكنت أجيبه بأن زوجي في انتظاري وأن زوجته ستقلق عليه إن لم يعد باكرا وفي الحقيقة لم تكن السيدة سان مارتي تصل إلى أهمية سيارة البوغاتيا الفاخرة في هرميات المحبة عند زوجها المهتم بسلب حميه كامل طروته على وجه الخصوص وقد أحاطتني مارسيديس علما بذلك إذ أن صاحب العمل يحتاج إلى التجديد دوما فيقع كل انتباهه على آخر الواصلات وقد كنت الفريس المنشودة فكان يستثمر أي تحجة لمخاطبتي عرفت أن هذا ميغيل زوجك كاتب لما لا يؤلف كتابا عن صديق فوميرو يخطر العنوان في بالي فوميرو قاهر المجرمين أو قانون الشارع ما رأيك يا عزيزة نوريا أنت لطيف جدا يا سيد سان مارتي لكن ميغيل مشهول في رواية ولا أعتقد أنه قادر في هذه اللحظة على يقاقه سان مارتي رواية حبا بالله يا نوريا الرواية ماتت ودفنت هذا ما يؤكده أحد أصدقائي الذي عاد توا من نيويورك الأمريكان يقومون بصناعة آلة تدعى التلفزيون تشبه السينما لكنها تعرض في المنزل مباشرة لن نعود في حاجة إلى الكتب ولا إلى الصلوات قولي لزوجك أن ينسى الروايات لو كان مشهورا على الأقل لاعب كرة قدم أو مصارع ثيران اسمعي لما لا نذهب إلى كاستيل دي فيليس بسيارة البوغاتي ونتحدث بهذا الشأن ونحن نتناول البايلة عليك أن تتحلي بحسن النوايا يا نوريا تعلمين جيدا أنني أود أن أساعدك أنت وزوجك في هذا البلد لا يمكنك الحصول على شيء دون عراب يقوم بتزكيتك بدأت ألبس ثيابا مثل أرمنة لا يواسيها العزاء من أولئك اللواتي يخلط نضوء الشمس بالخطايا القاتلة كنت أذهب إلى العمل بشعر معقود كليا ولا أضع أي كحل أو أحمر شفا لكن سان مارتي يضغط باقتراحاته ويطلق ابتسام مزيفة ومستخفة كالمخصيين أصحاب النفوذ الذين غالبا ما يعتلون عروش السلطة تقدمت إلى مقابلات عمل ولكنني في كل مرة أصطدم بنسخة أخرى عن سان مارتي كان ذلك الصنف ينتشر بسرعة تدعمه أرضية خصبة اتصل أحدهم به فورا ليخبره بأن امرأة تدعى نوريا مونفورد جاءت تبحث عن عمل دون علمه فاستدعاني إلى مكتبه ذعب خدي بأصابعه التي تفوح منها رائحة الطبغ والعرق فتصمرت في مكاني ما عليك سوى أن تخبريني إن كان العمل هنا لا يطيب لك ما الذي بوسع فعله لأجلك إنني أحترمك كثيرا ولكي أن تتخيلي كم شعرت بالمرارة حين عرفت من الآخرين أنك تريدين أن تتركين اسمعي سأخذك إلى العشاء فهكذا نضع الأمور على نصابها أبعدت تلك اليد عن وجهي وأنا أبدش مئزازي إنك تخيبين آماني يا نوريا أرى أنك تفتقدين روح العمل الجماعي وليست لديك ثقة في هذه المؤسسة أندرتني مارسيديس بأن شيئا ما من هذا القبيل لا بد أن يحدث بعد عدة أيام أخذ سان مارتي وقد كانت له كفاءة لغوي تليق بقرد يعيد كل المخطوطات التي أدققها مدعيا أنها مليئة بالأخطاء فأبقى في المكتب كل مساء حتى العاشرة أو الحادية عشر ليلا وأن أعمل على تلك الصفحات التي تعج بتعليقات سان مارتي يوجد كثير من الأفعال في صيغة الحاضر تبدو كتاب عفى عليها الزمن تفتقد الإقاع الأسماء المشتقلة تستخدم بعض الفاصلة أو النقطة هذه قاعدة بذهية يعرفها الجميع وغالبا ما كان يبقى هو أيضا في مكتبه حتى وقت متأخر وكانت مارسيديس تحاول أن تبقى ما أمكنها ولكنه يرسلها إلى البيت أكثر من مرة وحين تغادر يأتيني لا تبالغ يا نوريا العمل ليس كل شيء علينا أن نستمتع أيضا ما زلت شاب والشباب يمضي بسرعة كان يجلس على حافة من ضدتي ويحط أبصاره علي وأحيانا يقف خلفي فأجتم رائحة فمه الثقيلة وبعض المرات يضع يديه على كتفي أنت متوترة جدا استرخي كان بودي لو صرخت أو هربت بعيدا دون عودة لكنني كنت في حاجة إلى ذلك الراتب التعيس ذات مساء بعد التدليك المعتاد كان صمرتي هائجا وراح يبالغ في لمساته ويتوغل كثيرا ستخرجين عن طوري بين يوم وآخر يا نوريا كان يهمس فنهضت على حين غر وهرعت مسرعة نحو المخرج ممسكة بالمعتف وحقيبة اليد فيما كان هو يقاقه وعلى السلم قابلت رجلا كأنه يمشي دون أن تطأ قدميه الأرض كم يسعدني لقاؤك يا سيد مولينر كان المحقق فمه وابتسامته الكريهة أنت تعملين عند صديق سان مارتي؟ هو مثلي الأفضل في مجاله كيف حال زوجك؟ شعرت أن ساعتي قد حانت في الصباح اللاحق شاع في الضار أن نوريا منفورت سحاقية لأنها لا تعير اهتماما لسحر أبضون بيدرو سان مارتي ورائحة فنه البشعة فتلهت خلف مارسيديس بيدرو وأقسم أكثر من موظف متسلق أنه رآنا نتبادل قبولات الغرام في قاعة الأرشيف وفي المساء طلبت مني مارسيديس أن نتحدث على انفراد فاتجهنا إلى مقهى في زاوية الشارع قال لها سان مارتي بأنه لا يرحب بصداقتنا وبأن الشرطة تدعي أنني دات ماض في النضال الشيوعي المسلح لا أستطيع أن أخسر هذا العمل يا نوريا علي أن أفكر بابني قالت وهي تبكي وقد آلمها الذل والخجل لا عليك يا مارسيديس أفهم وضعك فمير هذا مستاء منك لست أدري لماذا لكنه واضح من جبينه أجل أعلم يوم الاثنين التالي وجدت على منددتي رجلا كثير الأناقة ويسبغ شعره بالدهن عرف نفسه بأنه سالبادور بيناديس المدقق الجديد وأنت من حضرتك؟ لم يجر أي زميل على النظر في وجهي حين كنت أجمع أغراضي ركضت مارسيديس خلفي على السلم وسلمتني ظرفا كان يحتوي على رزمة من النقود الورقية والحديدية شارك الزملاء كل حسب طاقته خذيها يا نوريا أرجوكي افعل هذا لأجلنا ذهبت إلى شقة فورتوني تلك الليلة كان خليان بانتظاري جالسا كالعادة تحت الظلام قال إنه قد كتب قصيدة لأجلي وهي أول شيء يكتبه منذ تسعة أعوام فانهارت أعصابي وحددته عما جرى لي وكنت أخشى أن يقبض عليه فوميرو أصغى إلي خليان بهدوء وضمني بين ذراعيه وداعب شعري وللمرة الأولى منذ سنين شعرت أنني أستطيع الاعتماد عليه أردت أن أقبله لكن الحريق سلب شفتيه نمت بين ذراعيه وانكمشت على نفسي فوق سرير طفولته وعندما استيقظت لم أجد سمعت صوت خطا على الشرفة فجرا وتظاهرت بالنوم ولاحقا سمعت الخبر في الراديو على مقعد في بازيو ذيل بورني تم العثور على جثة رجل جالس ويداه متشابكتان على صدره يوجه أنظاره نحو كنيسة سانتا ماريا ذيل مار ولو لم يفقى الحمام عينيه لم انتبه أحد سكان الحي فأبلغ الشرطة كانت رقبة الرجل مخلوعة تعرفت السيدة سان مارتي إلى جثة زوجها بيدرو سان مارتي مونيغال وعندما وصل النبأ إلى ماء والعجزة في بانيالوس شكر حم المتوفى السماء وقال لنفسه إنه سيموت سعيدا الآن ذات مرة كتب خليان إن المصادفات جراح على وجه القدر ليس للمصادفات وجود يا دانيال نحن لسنا إلا دمى نتحرك دون وعي على مصرح العرائس توهمت طيلة سنوات أن خليان أو ما تبقى منه لا يزال الرجل الذي أحببته ورجوت أن يعود لايين كوبرت شخصية في كتاب فالبشر مستعدون للإيمان بأي شيء عدى الحقيقة ساعدني مقتل سان مارتي على فتح عيني كان لايين كوبرت حيا أكثر من أي وقت مضى لادى بجسد خليان المحروب وشرع يتغذى من ذكرياته عرفت أنه اكتشف طريقة لدخول شقة فورطوني والخروج منها عبر نافذة المنور دون الحاجة إلى خلع الباب الذي كنت أقفله عندما أخرج وعرفت أيضا أن لايين كوبرت الذي يتقمس خليان كان يذهب ليلا إلى قصر ألضايا بعد أن يتسكع في المدينة ولقد نزل مجددا إلى القبو الذي يضم المقبرة وهتك الشواهد وفتح قبري بنلوب وابنها ماذا فعلت يا خليان؟ جاءت الشرطة إلى البيت لاستجوابي عن مقتل الناشر سان مارتي أخذوني إلى المغفر وتركوني لخمس ساعات في مكتب مظلم ثم جاء المحقق فوميرو وهو يرتدي اللون الأسود عرض علي سجارة بوسعنا نحن الاثنين أن نصبح خير أصدقاء يا سيد مولينر رجال يقولون لي إن زوجك ليس في البيت زوجي تركني ولا أعلم أين يكون صفحني بكفه فوقعت من على الكرسي جررت نفسي إلى زاوية دون أن أرفع نظراتي قرفص فوميرو بقربي وشد شعري اصغي إلي جيدا أيتها العاهرة الشمطة سأجده وأقتلك ليكما وسأبدأ بك أنت كي يرى أشلائك ثم أقتلهه ولكن ليس قبل أن أخبره بأن تلك العاهرة التي قتلها بغبائه كانت أخته سيقتلك هو يبنى العاهرة بسق فوميرو في وجهي كنت أظن أنه سيمزقني إربا لكنني سمعت خطواته تبتعد في عمق الممر كنت أرتجب نهضت مجددا والدم ينزف من وجهي وفاحت مني رائحة يديه المقرفة ممزوجة برائحة الخوف أبقوا علي في تلك القاعة تحت الظلام ودون ماء لست ساعة أخرى وعندما أطلقوا صراحي أخيرا كان ظلام الليل دامسا والسماء تمطر بغزارة وجدت البيت في فوضى عارمة إذ دخله رجال فوميرو وعلى الأرض بين الأثاث والأدراج المقلوبة والرفوف المنزوعة وجدت ثيابي وكتب ميجين مهشمة ووجدت قدراتهم على السرير وكتبوا بالغائط على الجدار عاهرة ذهبت إلى الشقة في روندا دي سان أنتونيو بعد أن درت طويلا كي أفلت من مراقبتهم دخلت إلى المبنى من شارع خواكين كوستا سعدت على الأسطح ووصلت إلى مغبأ خليان من جهة الشرفات المبتلة بالمطر تنفست السعداء حين رأيت الباب غير مخلوع دخلت بحضر لم أجد خليان هناك انتظرت عودته في الصالة تحت الظلام أستمع لقطرات المطر حتى الفجر وحينها خرجت من الشرفة ونظرت إلى المدينة التي ترزح تحت سماء رصاصية اللون لن يعود خليان إلى ذلك البيت لقد فقدته إلى الأبد تلاقينا بعد شهرين كنت ذاهبة إلى السينما كي أهرب من جو الوحشة الذي يعربد في بيتي في منتصف الفيلم الذي يحكي قصة حب مملة بين أميرة رومانية تحب المغامرات ومحقق أمريكي قوي البنية تظل تسريحة شعره ثابتة جلس رجل بجانبي لم تكن المرة الأولى يحدث غالبا أن تمتد الأياد المقرفة في صالات السينما البائسة التي تفوح منها رائحة البول والعطر الرخيص ورائحة الوحدانيين التعيسة بحثا عن صحبة قصيرة الأجل كنت على وشك النهوض لأخبر المراقب فإذا بي أتعرف على وجه خليان مشوه شد يدي بقوة وبقين وقتا قصيرا بلا حراك نتظاهر بأننا نتابع الفيلم هل أنت من قتل سن مارتي؟ همست؟ هل شعر أحد بغيابه؟ كنا نتحدث بصوت خافت تحت أنظار الكثير من القلوب الوحدانية المبعترة في الصالة يحسدون ذلك المنافس الضبابي على نجاحه سألته أين كان يختبئ فلم يجبني توجد نسخة أخرى من ظل الريح قال هامسا هنا في برشلونة أنت مخطأ يا خليان لقد أحرقتها كلها كل النسخ عدا واحدة يوجد شخص أذكى مني خبأها في مكان مبهم على ما يبدو أنت وكانت المرة الأولى التي سمعت فيها الحديث عنك بائع كتب مدع اسمه غوستابو بارسلو كان يتباه على بعض مقتلي الكتب بأنه وجد نسخة من ظل الريح جعل خبر بسرعة الريح في أجواء بائعي الكتب النادرة وفي غضون شهرين حصل بارسلو على الكثير من العروض من جامعي الكتب في برلين وباريس وروما الذين كانوا مهتمين بالحصول على الكتاب كان هروب خليان الغامض من باريس بعد منازلة شرف دامية وموته الملغز خلال الحرب الأهلية الإسبانية يمد أعماله بقيمة ملحوظة وأكترت أسطورة الرجل بلا وجه الذي يتعد على المكاتب والمكتبات والمجموعات الخاصة ليضرم النيران في روايات كراكس أكترت من الفضول ورفعت المزال نحن شعب يجري السرك في دمائنا كان بارسلو يدعي وسرعان ما وصل الخبر إلى خليان أيضا وهو المصمم دوما على إسكات صدى كلماته وهكذا اكتشف أن الكتاب ليس ملكا لغوستابو بارسلو بل لفتا وجده صدفة وكان يرفض أن يبيعه لإعجابه بالقصة ولغز مؤلفها الغريب ذلك الفتا أنت يا ضنيان حبا بالله يا خليان لن تؤذي فتا صغيرا كنت أهمس بقلق واضح شرح لخليان أن كل النسخ التي أحرقها كانت مسلوبة ممن لا يعير اهتماما بالغا لأعماله أو يسعى مجرد السعي للاستفادة منها مسلوبة من جامعي كتب دجانين ومن فئران المكاتب العامة في حين كنت أنت ترفض أي عرض يقدم لك في الكتاب كنت تريد إحياء كراكس من ركام الماضي ولذلك وجدك مختلفا تماما وحضيت باحترامه فصار يتبعك ويراقبك على غفلة منك حين يعلم من أنا وماذا فعلت ربما سيحرق الكتاب بنفسه كان يقول عيناه تبرقاني كأولئك المجانين المحصنين من رياء الواقع من هو هذا الفتى؟ يدعى دانييل ابن أحد باعة الكتب في شارع سانطانا وكان ميغيل زبونا له يعيش مع والده فوق المحل وفقد أمه مذكان طفلا صغيرا كأنك تتحدث عن نفسك يا خليان ذلك الفتى يشبهني ذعه بسلام يا خليان ما هو إلا صغير ذنبه الوحيد أنه معجب بك ليس ذنبا بل إنها خطيئة السداجة لكنه سيشفى منها حين يفهمني ويكف عن الإعجاب ربما يعيد إلي الكتاب قبل أن ينتهي الفيلم بدقيقة نهض خليان وانصرف وكنا التقين هكذا لأشهر عديدة في صالات السينما الدخانية وفي الأزرقة المعتمة ليلا كان خليان يعرف دائما أين يجدني وكنت أشعر بوجوده الصامت دون أن أرى كلما ذكر اسمك إزدان صوته بالعذوبة وانتابه إحساس لم أكن أعتقد أنه قادر عليه عرفت أنه كان يعيش في قصر ألضايا كمتسول صعلو كالأشباح سجينا لحطام حياته وحارسا لرفات بن لوق وبنيهما كان ذلك المكان الوحيد في العالم الذي لا يشعر أنه سيطرد منه تم تسجون أسوأ من الكلمات يا دانيال كنت أذهب إليه مرة في الشهر أتصلق الصور شبه المضمر كي أطمئن على أنه ما يزال حيا ولا أجده أحيانا فأترك له قليلا من الطعام والنقود وبعد الكتب كنت أنتظره لساعات حتى يهبط المساء ورحت أستطلع البيت في أكثر من مناسبة وحينها أعرفت أن خليان قد خلع شواهد القبر وانتزع النعشين لم يبدو لي الحدث تذنيسا إنما خطوة صحيحة مع الأسف عندما كنت أجده نمقان تحدث طويلا أمام نار المدفأ كان خليان يتذكر كتبه بشكل عام كأنها مؤلفات رجل آخر وقال إنه يحاول أن يكتب ثانية وكلما أخفق رمى بالصفحات إلى ألسنة اللهب ذات يوم أردت استغلال غيابه فقمت بانتزاع رزمة من الأوراق من بين رماد النار الهامدة كانت الأوراق تتحدث عنك قال لي ذات مرة إن السردة هو رسالة يكتبها المؤلف إلى نفسه ليعري روحه وكان خليان يشك في صحته الذهنية منذ وقت قصير هل المجنون يعرف أنه مجنون؟ أم أن المجانين هم أولئك الذين يريدون إقناعه بأنه مجنون كي يحافظ على وجودهم الذي لا معنى له؟ كان خليان يراقبك وأنت تكبر ويعتبرك هبة من السماء ويظن أنك ستمنحه فرصة للحرية إن نجح في تنبيهك على عدم اقتراف خطاياه حتى أنني شككت أنك في ذهنه المتخبط حللت أنت مكان ابنه المفقود كصفحة بيضاء ينقش عليها القصة التي لم يتمكن يوما من كتابتها تضاعف اهتمامه بك مع مرور السنوات كان يحدثني عن أصدقائك وعن فتاة تدعى كلارا كنت متيما بها عن أبيك الرجل الذي يحترمه عن فرمين وعن صبي كان يرى فيها ظل بنيلوب بي يا حبيبتك يتحدث عنك كأنك ابنه لقد كان كل منكما يبحث عن الآخر يا دانييل وكان مقتنعا بأن براءتك ستنقذه من شرور نفسه لم يعد يجول لاستياد كتبه لم يعد يريد أن يدمر آثار وجوده كان يتعلم أن ينظر إلى العالم بعينيك ليجد فيك الفتاة الذي كان وفي أول مرة جئت فيها إلي أحسست بأنني كنت أعرفك مسبقا تعاملت معك ببلادة كي لا تفهم أنني كنت أخاف منك ومما آتيت تبحث عنه كنت أخشى أن يكون خليان محقا في قوله إننا نتوحد بفعل القدر والصدفة مثل اللؤلؤ في الطوق أخشى أن أرى فيك خليان الذي فقدته وكنت أعرف أنك تنقب برفقة أصدقائك في ماضينا وأنكم ستكتشفون الحقيقة عاجلا أم آجلا ولا بد أن يحدث هذا في اللحظة المناسبة عندما تكون مستعدا لها كنت واثق أنك ستلتقي بخليان مهما تأخر اللقاء وهذا خطأي فأنا متيقن من أن فوميرو على علم بذلك وأنه ينتظر بفارغ الصبر أن تقوده أنت إلى خليان استوعبت خطورة الضرف عندما بات من المستحيل العودة إلى الوراء لكنني توهمت بأنك ستنسانا وأن الحياة ستأخذك بعيدا لتكون في مأمن علمني الزمن أن لا أفقد الأمل أبدا وأن لا أعتمد على الأمل كثيرا لأنه قاص وواهم وجاهل فوميرو يراقبني منذ زمن ويعرف أنني سأقع في مصيضته يوما ما إنه يتصرف هكذا لأنه ليس مستعجلا إذ لا يجد لحياته مغزا دون الانتقام من الآخرين ومن نفسه أيضا فوميرو يعرف أنك ستقوده برفقة أصدقائك إلى خليان ويعرف أيضا أنني بلا حول أو قوة بعد هذه السنوات الخمسة عشر الطويلة كان يشاهد احتضار البطيء وينتظر الفرصة ليطلق علي رصاصة الرحمة ولطالما عرفت أنني سأموت على يديه وقد حانت هذه اللحظة سأعطي هذه الأوراق لوالدي وسأطلب منه أن يسلمك إياها في حال حدث لي مكروم وأرجو الله الذي لم أعرفه يوما أن لا تكون مضطرا لقراءتها لكن مصيري بغض النظر عن إرادتي وخيبة آمالي أن أطلعك على هذه القصة أما مصيرك بغض النظر عن براءتك وصغر سنك أن تعيد لها الحرية إن قرأت هذه المذكرات المذكرات التي أراها أقرب إلى السجن المتين من الذكريات فذلك يعني أنني لن أستطيع أن أودعك كما كنت أريد لأرجوك أن تسامحنا كلنا خليان على وجه الخصوص وأن تحميه ما استطعت ليس للحق في أن أطالبك بشيء إن لم يكن التفكير في نجاتك لعل هذه الصفحات تقنعني بأنني كسبت فيك صديقا أبديا مهما سيحدث هذا رجاء الوحيد عثرت في كتب خليان على فكرة لطالما شعرت أنها فكرتي نحن نستمر في الحياة في ذاكرة من يحبنا أشعر بأنني أعرفك وأنني أطق فيك كما حدث لي مع خليان قبل أن أنتقي به أذكرني دوما يا دانيال حتى لو في سرك في إحدى زوايا قلبك حافظ علي في قلبك إلى الأبد نوريا منفورد ترجمة نانسي قنقر